تقدم وزارة الإسكان حزمة مبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين من ضمنها برنامج تطوير حقوق الأراضي يأتي برنامج تطوير حقوق الأراضي ضمن حزمة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين كما أنه يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي لا سيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنوع الخيارات أمام المواطنين النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الذي أطلقت الوزارة مؤخرا جاءت عبر مشروع اللوز الإسكانية الذي يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية التي تتيحها الوزارة حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء خمسة عشر ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية الأمر الذي سيوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية هذا واستطاعت فكرة الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كبرنامج مزايا الذي تمكن من تلبية أكثر من ثمانية آلاف خدمة إسكانية الأمر الذي يعكس إقبال المواطنين على الخيارات الفورية التي تتيحها الوزارة كما أسهم المناخ المناسب الذي وفرته الحكومة الموقرة لشركات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في نجاح مبادرات إشراك القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين